اشتركوا في القناة اكد خلالها ان رجال المنطقة المركزية العسكرية يجددون العهد على بدل الغالي والنفيس في تنفيذ كافة المهام المكلفين بها وذلك بعقيدة ايمانية راسخة لاعلاء مصلحة الوطن والدفاع عن مقدراته مهما كلفهم ذلك من تضحيات والقى الفريق اول محمد زاكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وما يبذلونه من جهود لحماية ركائز الامن القومي المصري وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وادار القائد العام حوارا مع عدد من قادة وضباط وافراد المنطقة المركزية العسكرية استمع فيه لارائهم واستفساراتهم حول الاوضاع الراهنة والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة التحديات الناتجة عن الازمات العالمية والاقليمية المتلاحقة والتي تلقي بظلالها على الامن والاستقرار في المنطقة فضلا عن تدعيتها الداخلية على الاقتصاد المصري مشيدا بما لمسه من الفهم الواعي والادراك الصحيح لافراد القوات المسلحة وطلبهم بالحفاظ على اعلى مستويات التدريب والاستعداد القتالي والحفاظ على الصلاقية الفنية للأسلحة والمعدات وتعظيم الاستفادة منها وتوفير كافة الامكانات للاهتمام بالفرض المقاتل معيشيا واداريا واجتماعيا ورفع روحه المعنوية باعتباره الركيزة الاساسية لقواتنا المسلحة خضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة